تاريخ المسابقة مع إبراز شغف كرة القدم الذي يوحد البلدان الثلاثة مضيفا أن الوقت حان لتنظيم أفضل كأس عالم على الإطلاق عن قرار الفيفا ودور العاهل المغربي الملك محمد نيسادس في هذا الإنجاز يتحدث من مدريد ميغل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني الأسبق والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات أود خلال هذه المناسبة التعبير عن فرح الكبير بالإعلان عن خبر عظيم للمغرب والبرتغال ولبلد إسبانيا فهذه مبادرة تعود لزمن ليس باليسير والتي ساهمت فيها شخصيا واليوم أصبحت حقيقة وتحولت إلى واقع في لحظة مهمة أبانت فيها الأوضاع الجيوسياسية أن أوروبا وإفريقيا عليهم العمل سوية وأننا نعيش في عالم مترابط فشبه الجزيرة الإيبرية والبرتغال والمغرب هم حلقة الوصل بين إفريقيا وأوروبا وعلمت أيضا أنه تم إدراج بعض المباريات في بعض البلدان الأمريكولاتينية وبالتالي هذا الترابط بين القارات الثلاث يبعث رسائل مهمة تكمن فيما يعنيه العمل في عالم متعدد الأقطاب ومترابط والترابط هنا يحدث عن طريق الرياضة وهذه المرة كرة القدم تبعث رسائل التعايش والمصالحة إنه خبر عظيم بالنسبة لشعوب المغرب وإسبانيا والبرتغال وهذا نجاح كبير وأنا مرتاح جدا لعلمي بهذا الخبر أظن أن صاحب الجلالة الملكة محمد السادس كان دائما يملك رؤية مستقبلية حول ما يجب أن تكون عليه العلاقة بيننا ورهن دائما على وضع المغرب في مجال المبادرات والتي لا تهم فقط المكون الرياضي بل المكونات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالاستراتيجية الجيوسياسية أظن أن جلالة الملك كان يضع التصورات ويحث ويعطي التعليمات للفريق الذي يعمل تحت إمرته والفريق المكلف بالتفاوض والديبلوماسية المغربية وكل الفريق العامل على تطوير كل أشكال التفاوض قصد الظفر بهذا الإنجاز وعلى الجميع أن يعترف بالدور الرئيسي الذي لعبه جلالة الملك حتى يتمكن المغرب من الركض خلف هذا الهدف والتمكن من تحقيقه إنه يوم عظيم وعلينا أن نهنئ أنفسنا جميعا بما تحقق استقبل العاهل المغربي الملك محمد نيسادس أمس بالقصر الملكي بالرباط 14 من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة من ضمن هؤلاء سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا وبوركينافاسو نواصل من الكودفوار بأبيد جان ترأسة أمس الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء ودومينيك وترى سيدة الأولى لكودفوار رئيسة مؤسسة أطفال إفريقيا مراسم إطلاق المرحلة الثانية لعملية متحدون نسمع بشكل أفضل وهي العملية التي تتوخى تمكين الأطفال الأفار